اهلا بكل المشتركين ومتابعين قناة عرويتي النهاردة هنتكلم عن اهم خمس خطوات تحسن بها من نظام الصوت في سيارتنا فبعض السيارات تأتي مع نظام صوت بلغ النقاة والجودة حتى لعزون اكثر الاشخاص تخصصا في المجال الصوتي لا يجد بها شائبة ولكن تلك الانظمة الفاخرة تأتي مع بعض السيارات فقط فغالبيت سيارات الركوب العادية تأتي مع نظام صوت مقبول الى جيد في افضل الاحياء واحيانا يكون الوضع سيئا لدرجة كبيرة لذا دوما ما تبحث عن نظام صوتي رائع يرضي متطلباتك الشخصية وبرغم ان الكثيرين قد يبدو لهم هذا الامر غير مؤثر الا ان البعض يبحث دائما عن مساحة للتحسن ورفع اداء النظام الصوتي لسيارته ولهؤلاء نقدم لكم خمس خطوات ستحسن بشدة من اداء النظام الصوتي لسيارته ورقم واحد هو استخدام سماعات مميزة في نظام السوء فاغلب ان لم يكن كل المدرلات السيارات الركوب العادية تأتي مع مكبرات صوت قليلة الجودة صنع رقاها من الورق لذا فبعض السماعات المرتفعة الجودة ستحسن من نقاة وجودة الصوت داخل سيارتك بشكل كبير للغاية مع الوضع في الاعتبار مكان تثبيت وتوزيع السماعات الاصلية في سيارتك لذا استخدم نفس القياس ونفس الهدف الوظيفي من السماعة حيث يتوافق طراز السماعة نفسه مع التوزيع والهدف الاصلي منها داخل سيارتك بمعنى انه لو سيارتك بها اربع سماعات من نوع ويفر وسمعتين تويتر حسن النوعية دون تغيير الهدف من السماعة استبدل التويتر باخر افضل واستبدل الويفر بشبيه اعلى فعالية وهكذا ورقم اتنين انسى تماما الوحدات الرئيسية في سيارتك نعم فهي تقوم بوظيفتها ولكن هناك اطنان من الوحدات الرئيسية المتميزة والعالية النوعية سواء كان مشغل استوانات مدمجة او انظمة ترفيه متكاملة زي الشاشات المخصصة يزدحم بها سوق الصوتيات محلية والتي تتوافق شكليا مع شكل وتصميم طبلو سيارتك حتى وان كنت من محبي الوحدات القياسية ستعترف بانها غالبا ما تقدم مستوى افضل كثيرا من النقاء الصوتي مع المزيد من الخيارات كتوصيل الوحدة مع هاتفك المحمول عبر البلوت او التوصيل المتوازي مع الهاتف بالاضافة الى الكثير من المزايا والاضافات الصوتية الاخرى اما رقم 3 فهو استخدام مضخم صوتي فمضخمات الصوت او اجهزة الامبريفاير لم تصنع في الحقيقة للرفع مستوى الصوت او تطخيم البيز فقط في الحقيقة مضخم صوت عالي الجودة قادر على اضافة بعد جديد لجودة ونقاء نظام الصوت في سيارتك حيث يمكن فصل بعض الترددات وارسلها للسماعات المخصصة لها بشكل افضل وبفارق سنين ضوئية مقارنة بالوحدات الرئيسية القياسية فمضخمات الصوت كثيرة ومدى سعرها كبير للغاية لكن حاول ان تستخدم النوعية الموثوقة والمناسبة لخط التطويرك للنظام الصوتي وتذكر ان المضخم يمكن توصيله بانواع مختلفة من السماعات وليست سماعات الصاب ويفر فقط اما رقم 4 لا تستعمل ملفات صوت قليلة الدقة فهناك سياغ ملفات صوتية مرتفعة الجودة فمن غير المنطقي ان تضع كل تلك المبالغ المالية في تجميع وتركيب نظام صوتي مميز ثم تأتي وتلقي بكل تلك النقود في سلة المهملات باستخدامك ملفات صوتية سيئة الجودة ربما تكون ملفات الصوت المضغوطة زيادة السياغ قليلة الدقة مناسبة لتسمعها عبر سماعات الازر ولكن بعد قيامك بكل ما سبق وهو ما قد يكلفك الكثير من المال حاول ان تبحث عن الصيع والملفات عالية الدقة المدعومة من قبل الوحدة الرئيسية فتلك التحسينات سترفع من كفاية النظام الصوتي وبكل تأكيد قد تحسن من نقاء الصوت ولكنها لن تقوم بتحسين البيانات التي تقوم بفك شفرتها اما رقم 5 اضف عوازل صوت لصيرتها تركت تلك الخطوة للنهاية لانها ببساطة قد تبدو سهلة ولكنها خطوة ليست هينة وتتطلب بعض المال خاصة في مرحلة التجهيز والبحث لا يتوفر كثيرا تلك المواد العزلة للصوت في السوق المصري وان توفرت فهي ليست مرتفعة النوعية وان توفرت بنوعية جيدة فهي مرتفعة السعر النسبية لكن اضافة طبقة عزلة حول مواضع مكبرات الصوت في صيارتك وبعض الاماكن الاخرى قادرة حرفيا على تحويل صيارتك الى مصرح تصطع فيه النغامات بشكل رائع لذا اذا استطعت قم بتلك الخطوة التي ستمكنك ما تتمتع بكل تحسينات النظام الصوتي التي قمت باضافتها لصيارتك بشكل يرضيك للغاية وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ولو شايف الموضوع مفيد ما تنساش تدعمنا بلايك وتشاري الفيديو مع كل صحابك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناة عربيت